مسائك سعيد عزيز المشاهد وأهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجنا من نحن اليوم أتحدث للشباب وهو برنامجنا تقريبا موجه للشباب خص هذا الجيل ما بين الـ 17 والـ 20 والـ 25 دولار الذي لم يرون ممى العراقي إلا أسوأه ولم يرون السوء الحقيقي في زي ما صدنا يعني تقريبا اللي عمر خمس سنوات أو ست سنوات يعني عندما سقط النظام 2003 ماذا يعرف يعني حياته كلها وعية صار بهذه الفترة أودين ولد في 2001-2002 يعني عمرها 20 سنة يعني أنا أحاكي هذا الجيل هؤلاء الناس الآن اللي هم مسيطرون على الفيس وهم وعاء الفيس وهم وقود الفيس وهم أسلحة الفيس وهم الآن الذين يتحكمون بالعراق هؤلاء صراح الآن لا سياسين يتحكمون بيها ولا رجال يتحكم بالعراق ولا أيش اللي يتحكم بالعراق هم هؤلاء المراهقين هؤلاء طبعا كلمة مراهقين ليس كلمة سيئة المراهقة هي فترة عمرية معينة الإنسان يتحول بها من الطخولة إلى الشباب ويحمل بها عراء جديدة ومتغيرة وتحولات جسدية وحياة الإنسانية ونفسية وشعارية وغيرها فتسمى بالمراهقة فهي ليست سبة كما يتصبح الآن المراهقين هم نفسك معناها ولكن الآن أخوان يعني مالك شيء غريب لم يحصل في العالم إطلاقا في العالم يوجد أيضا مراهقين يعني فرنسا والنجلترا ومصر وسوريا ولبدان كلها بها مراهقين ولكن هؤلاء الناس لا يسيرون البلد هؤلاء الناس وهؤلاء الشباب يصنطون للعالم إذا تكلم بالعلم وإلى رجل الدين بأتكلم بالدين وإلى رجل التاريخ إذا تكلم بالتاريخ وإلى رجل التربية إذا تكلم بالتربية اكو رموز معيونه اكو ناس اقتصاصات فمن يطلع لك واحد مراهق عمر 16 سنة راسب لخمس سنة الخامس الانتدائي يجي يقول لك هذي شفتهم المؤرر اقاني احسن منا او شفتهم هذا العالم الرياضي قاني لا يوجد اكو اكو احترام بالعلم اكو احترام بالقيم وذلك تلاحظون في كل بلدان العالم بها الفيس مثل عراق ولكن لم يعبث الفيس بهم كما عبث الفيس فينا نحن لان من يتحكم بالفيس الان المراهقين وهؤلاء المراهقون لا يحترمون احد مزاج حسب مزاج انت لو تقول كلمة واحدة مثلا انت لو قلت برشلونة مخش تبيق مثلا وانت عالم ذرة مهما تتكلم بالذرة انت كذا وكذا وكذا وسب وشتائب لانك انت بتنحشيات على برشلونة اما اذا انت من طائفة اخرى ومن طائفة اخرى مهما تتكلم فانك مرفوض لانك تبثل طائفة اخرى ولهذا تلاحظون الان المثقفين وعليا القوم والحكماء والحصفاء والناس المحترمين بطلوا من الفيس بطلوا لانه يكتب له كلمة رجال شبير عند احفاد محترم بحيث بيضة شخص او دكتور جامع محترم وقور خرج مئات الدكاترة او استاذ جليل او رجل دين محترم او سياسي وقور مجرد يتكلم كلمة خمسين الف واحد يطلع لبذاء او سب وشتم امام عائلته وبناته واصدقاءه وهذا ونحن شعب اي صح رأسا اي كلمة على اي واحد محترم نستوعبها ليش لانه اكو عقده انه انا اكدى تصير احسن من المحترم اذا شو تصير احسن من المحترم عندما المحترم لا يكون محترم يعني مو مسألة انه المحترم انا يجب ان اصعد وصير محترم مثله لا المحترم يجب ان يكون لا محترم حتى انا يصير محترم هذا ما يسمى الصعود على الكتاب ذلك اي معلومة سيئة على اي شخصية مشهورة الكل يقول اي والله صحيح ويرتاح ليش يعني والله اني ما بيهايل للصفة هادو دي يسبون بي ويشتموني طلعوا خالطة وعمتة وكذا وكذا هو موت طبعا كل كذا يروج لها حتى يسقط حتى بيحس بالدونية امام هذا المحترم اذا لا محترم الا انا وذلك تلاحظون حتى بعض المثقفين يستلذون عندما يتم تسقيط المثقف والعالم في العراق الان يتم تسقيط اي شيء في العراق اخوان يعني مثلا انا مرة اكتبت قلت بانه مثلا فائق شيخ علي لا يسطح ان يكون رئيس وزارة لانه رجل بذيء وكذا وكذا فد عشرين الف واحد سبوا وشتموا وهذا وقلت اكتب مقالة نفسهم عشرين او تطلعوا هو شيفته من فلان هو طالب تدائيه او مخلص متوسط حسه وعند اكتب في اختصاص التاريخ شما هم التاريخيش من اهلنا وعرضة وهذا بيتهم وصاقط وكذا وكذا ليش لان فديوم حتى على فائق شيخ ويتم تسقيط انت لما تجي تكتب مقالة وتجي فستين الف واحد يسيبوا يشتم بيك تتشجع تكتب وايضا السيدات المحترمات من العراقية ايضا امتنعت وايضا السادة المحترمين من العراقين امتنعت وبالتالي ما يسمى بالذباب الانيفتروني تم لا صوت الا صوت البداء لا صوت الا صوت التخلص لا صوت الا صوت المراحقين لا صوت الا صوت الانهيار ولذلك الان طلع جيل لا يعرف شيء عن العراقين يعني مثلا هذا الاسم انا لا احكي همي لكن احكي هم للعراقين تصوروا يعني يعني الان اي واحد يقول هناك شيء جميل بالعراق يفتتح عليه سيل هائلا السب والشتر لانه مجرد ان يقول اكو شيء جميل بالعراق انت ذيل وفارسي ومجوسي وصطوي وكذا 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 يعني انا اكتبت مقالة في هذا الاسبوع اطوان مو مقالة يعني انا قلت اليوم ضاقت نفسي فذهبت الى جزة الخير الجميل الرائع لارى فيه الجمال كله واشم عبقه واتمرغل بجسدي بين مائه وترابه فلا يخسر جسدي روحي الا مياه جزة وعبق جزة ونخيل جزة يعني هاي مسألة وجدانية اخوان وقلت انا زاير اثمانية وخمسين دولة اثمانية وستين دولة في حياتي لم ارى جمالا في حياتي يسعدني وين عشني كدجر ولا يغير نفسيتي كده دجر كباسقات النخيل في دجر فقلت هذا الشيء متغير حتى سبوا شتائم وين اكون شي بالعراق انت هذا العراق الان صار كده ولكده ولكده كل شي ماكو بالعراق نهر دجر ماكو تعالي بتركيا شوف العظم بتركيا تعالي شوف سب انت صفوي مجوسي بانه تنتد احتجر الذي يمتدح ويقول شي جميل بالعراق هذا مجرم وكذا لا شي في العراق شي دمار كل شي محط ثم وتلاحظ المراهقين سبوا شتائم لا يوجد شيبل العراق نحن البلد متخلف teams من يوجد حضارة werden حضارة هذه الحضارة المصرية لا يوجد حضارة في العراق ولا يوجد أدف في العراق ولا يوجد تشعر في العراق ولا يوجد عظمة في العراق ولا يوجد بساتين幕 bright وكل مزارئة محترئة كون المزارئة محكو spun وبالتالي العراق أرض يباب أخوان هذا الطرح لا تصوروا بريئ هذا خلق روح تدميرية عند الشباب وبالتالي هؤلاء المراهقين الآن أصبحوا وقودا للفوضوية هؤلاء الشباب من يقتنعون بأنه لا يوجد شيء وخير وشرف وعظم في هذا البلد ويجب أن يزال من الصفر هذا معناها أي عملية لحرق البلد أي عمل لتدمير البلد أي عمل للقتال في البلد سيكونون وقوده ومشجعين الأفوض لأنه لا يجد فيه شيء يستحق العيش ولكن عندما تجد تقول يا أبقى في العراق شيئ جميلة وعظيمة وحلوة أدنى أرضنا الطيبة أدنى بساتيتنا الطيبة أدنى تاريخنا العظيم ما لا شغلة لا بالسياسة لا بالسعودية ولا بإيران ولا بأمريكا ولا بغاية لتحكي عن بلدك لدينا شاعر عظيم الجواهر اللي مات لدينا مطرب عظيم الغزالي حتى هذه الأشياء الآن أصبحت مرفوضة مجرد أن تكتبها أنت ذيل وتمدح الدولة حتى لو كنت من أكثر ناقمين عن الدولة الآن يجب أن يكون شيء واحد فقط لا شيء في العراق لا خيارة في العراق الدمار فقط في العراق الحرق في العراق المظاهرات في العراق كل شيء وبالتالي أنت راح تخلق جيل هذا الجيل فوضوي سيكون وقودا لأي عملية فوضوية تريد تدمير كل شيء ولذلك تلاحظوا الشباب الآن يستسهلون لما تريد تحرق بناية شاقوا بالعراق واش مستفدئ بالعراق على العراق شاقوا بالعراق بس لهذا وحرقوا ولذلك تلاحظون الشباب يندفؤون للحرق يشوف الشباب يندفؤون للتدمير ماكواحد يقولهم يا با هاي بناية ترى إنا مدرستنا مثلا أو بنايتنا أو بها جنسيتنا أو بها كذا وهاي مالتنا ومصالحنا أو هذا الجسر ترى ماننا نحن أعضر عليه احنا لا هذا مماننا لا الجسر ماننا ولا البناية ماننا ولا النهر ماننا ولا التاريخ ماننا هذا كله تابع للأحزاب وتابع لدولة أخرى وانت ذايد لا تدافع عدد وانت مجرم هذا وماكوا وطن ماكوا دواب ماكوا ماكوا وطن ماكوا عراق هذه النظرية الجديدة أخوان بدأت تتغنغل إلى عقولها وبعدين تعليم فاشل والحمد لله وماكوا تعليم ما شاء الله ماكوا عمل فراغ الفيس مسيطر هو وذلك خلقنا جيل من الشباب ناقم متمرد لا يستمع يعني انت تقول له يا با هذا مؤرخ لا أنا على كذا 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 من هذا المؤرخ يا با هذا عالم فيزياء لا أنا على كذا كذا مجرد انه انت باخترفه اياه طائفيا ومختلفه اياه نفسيا او مجرد هو قال الاراق عظيم وبلد جميل يجب ان نحي بلدنا يجب ان كذا يجب ان نحظ على بلدنا لا صوت للجمال لا صوت للعطب لا صوت للورد لا صوت للشعر لا صوت للحياة الصوت الوحيد الدم والدمار سألت شاب قلت ليش ما امتحنت احدا الطلاب قلت ليش ما امتحنت مالي كتروني وسهل قالوا واذا امتحنت واك واحد قدر يعيش وايران جاء مالته بس شو دخلتك بايران ماكو بلد ماكو انت شا عليك التبرير بهذا انت صير بطل واوجد حاجز بينك وبين ايران وعظم دولتك وخليقفون بواجه ايران اقتصاديا وهذا شنو دخل ايران بالموضوع او بتسأل واحد والله والاحزاب مسيطرة ولذلك صار صار تبرير لكل فشل صار تبرير واحد بيمتحن والله شنو مستقبل الاحزاب مسيطرة واحد يدمر والله هو المن هو كل الاحزاب ولا المجوس ولكبا وبالتالي نزع تدوير بالعراق اخوان انا احكيها بمرارة قد يقول قائل اين علية القوم واين المثقفين اخوان المثقفين احترموا نفسهم واحد من الاصدقاء كتب مقالة انا اعرف رأيها مقالة كتب نورو سعيد كده 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 خابرتك كتب تعالي انا اعرفك كتب ايساري شو نورو سعيد شنو انت مت متعرفين عنو سعيد منا قال الناس تريد هذا حاج العراقيين قال فاتكلمة جدا صعبة ماردة قولها بتكزين قال العراقيين كذا دولة اذا متمشي برأيهم انا تنطون فوقعك فاضحك عليهم وقلهم بتريده وخليهم وانت ارفع نفسك قال بس هذا انحراف هذا جنود لانحراف قال هو الهيتش البلد صعب لماذا تكتب توقف كما توقف قال لي معوى الدولة كذا دولة واحد يضحك عليهم وصلنا الى هذا الحراف وصل الى المثقف العراقي رحيت كثير الناس الان يكتبون هذا بالاضافة لان انا مؤمن اكون انا نظرية انا نظرية المؤامر انا مؤمن بها في كل شيء ولكن انا اعرف اكل جهات رسولة اكل الدول الخارجية الان تريد تدمير الاراق انت نتدمر الانسان دمرت الاراق الاراق مطابوق وحجر وزراعة وصناعة الاراق انسان اخوان انت نتحطم الانسان حطمت الاراق الان الفيس دمر الاراق لانه المحرك الفيس المراهقين والمراهقين تبع لهؤلاء الناس والمراهقين بلا وعي والمراهقين بلا ثقافة والمراهقين مع كل ناعقين يريدوا الدمار وبالتالي فانهم يسكتون وذلك هم بدون اتفاق مجرد اي رأي جميل يقول في العراق خير ينكلبون عليه وينبحون عليه حتى ينهشوه ولذلك نحن في خطر كبير ولهذا كثير من الاخوة انزووا وهذلك احد الاخر اصدقاء قال لي لا تستوحش طريق الحق لقلة سالكيه لقد استوحشه الكثير ولكنني والله لم استوحشه نعم سيكون هنالك نباح كبير نعيق كبير شتاء كبيرة والانكة والانكة اخوان الانكة والمؤلم انه يخلق لك قصص تكتب قضية جميلة يطلع لك واحد يقول لك ايه انت متشان بيتكم فيها المنطقة وقد تكون هاي المنطقة انت ما شايفه وفاد واحد يجي هبك برأس دي وانت المكان لا شايفه او مثلا فاد يوم انت شايل البطل سكران واحد اخذ منك وتعاركت وضربك برأسك بالبطل هو انت مثلا عمرك مشارب عنك يعني انا كتب انا عمري لم اشرب الشم برائحة الخبر تحياتي واحد قال لي نعم انت متشان تطلع ايو ما تطلع من الخمارة وشايل البطل فاني عمري بداك الخمارة وعمري لم اشمر ايه التلفيره لا والله لا والله فلذلك واحد يقول انت مثلا المكان واحد يقول خلق تسقيط خلق قصص وناس طبعا التافيين صدقون يعني بس الانسان اللي يريد شي يتحمل الانسان اللي يدافع عن ورطة اخوان عن وطنه يتحمل بعض الاحيان يعطي روحه من انا مقابل هذا الشهيد اللي راح يقاتل داعش اللي اعطى روحه وهو شاب هذا رجل كبير هو عمره 22 سنة و 21 سنة وعاف ابنية وعاف اطفال من انا مقابل هذا الشخص ماذا قدمت انا مجرد كلمة واستماعتي تشم حكاية وكم واحد تهشر وشتم وواحد اوجب قصص كاذبة هذه كلها لا شي مقابل هذا الانسان اللي ضحه اخوان الان المثقف كالمناظل الذي الذي عليه ان يستشف الوضع الان اخوان مو احتلال ارض الان ده يصير في العراق احتلال وطن واحتلال شعب واحتلال ثقافة شعب وهاي مسؤوليتنا مسؤولية كل مثقف وكل شريف كل واحد يقول شريف لازم يحط رأسه على المخدى اذا ما يقول كلمته الان لانه زكاة العلم ابلاغه او نشره الله يحاسبنا مثل يحاسب الغني على فلوسه يحاسبنا على هاي الشغلات ليش ما دافعته ليش ما قلته الحقيقة الان ثقوا الان التاريخ اللي موجود الفيس مو تاريخ الاراق الان اكون في تاريخ اخر ده يكتب الفيس غير الاراق يعني سواكم الحديث بعد هذا الفاصل قلنا قبل الفاصل بانه هنالك واجب على المثقف الاراق وعلى الشريف وعلى الوطن اخوان يعني الان متخصصين بتاريخ الاراق الحديث اقولهم لماذا لا تكتبون يقولون انه في الاراق الان تاريخ اخر الفيس يعني يطلع لك واحد محامل يقول انه في الاهد البلكي كانت اعظم الجامعات في الاراق وكان طلاب من امريكا والسويد وهولندا وفرنسا يطول الدراسة في الاراق انا اسألي اي جامعة كانت في الاهد الملكي اخوان احنا جامعات بغداد تأسست سبعة وخمسين سبعة وخمسين تأسست جامعات بغداد اول وجبة تخرجتها سنة ستين وين جامعات اللي كانت موجودة بالاراق جامعة بغداد اول جامعة بالاراق تأسست سبعة وخمسين دخلوها سبعة وخمسين ثمانية وخمسين صارت ثلاثة ثمانية وخمسين اعظم الجامعات وينها اعظم الجامعات والمرهقين وحتى السفراء اللي كانت في الاراق جامعات عظيمة سرسلت احد الاخوة السفراء بتلا اي جامعات اخي يلي مهايمة قال كتابها المحامي العظيم بتلا اخي اكوناس ترى تتكلم مقابل ثمن اي جامعات في الاراق هذا طبعا مني سمعوني المراهقين رح يبدأ السب والشتم نعم كنا نتعظم الجامعات اهلا بس انتفهم اي جامعات جامعة في الاراق بزن الملكي جامعة الاولى سبعة وخمسين والنظام الملكي سقطت ثانية وخمسين بعد تسعة وشهر سقط النظام الملكي فشوك تصافع افل الجامعات وشوك تجاو انجليز وفرنسي ودرسه وهذا ما اعرف اعرف اذا 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 هنالك تزوير بالتاريخ وبعدين تجي فضائيات تقدم تقدم مسلسلات ما انزال الله بها مصرح خبرت هاي الفضاء تقولون بابا انتو منين تلبوا هذا الحاج؟ قالوا الكاتب قالوا من الكاتب خبرت اخي تمنين لك هذا الحاج؟ قال لي من المؤرخ كل عمل تاريخي يسموه المدقق التاريخي قال احنا ما عدنا دموقق تاريخي بفضائي اشي قالوا العشرون تحت من تاريخ قال والله يقول لنا كتبوا على فلان وحنا نكتب قالوا يعني معقولة تكتب انت بكيفك يعني؟ شون تكتب كيفك؟ شون تكتب كيفك يعني؟ شون تكتب كيفك؟ ويقدمون مثلا احد المطربات اللي هي كانت طبعا قبل تصير المطربة كانت من بلات الليل يطلع بالبروموشنية بالدعاية مالات هاي لقد اعطى النظام الملكي لها لقب باشا فخابرت المؤلف والمخبتين تعالي منو هاي لعطاها لقب باشا؟ اولا الدولة العراقية منصارت ملكية اول قرار بلغاء الالقاب العثمانية اللي هي الباشا والبيق وغاية فشون انتباشا؟ ماكو الالقاب سقطت بسقوط النظام العثماني عندما جاءوا الانجليز 17 قامت الدولة العراقية 1921 اسقطت كل الالقاب لا تستخدمها فشلون الملكي اعطى باشا؟ قال الله غير سمعت والله فشلو سمعت اخي؟ هاي اسمها سليمة باشا هاي كان تطلع بملهة الملهة كان يحضروا جنود الهنود اللي جوية الجيش الانجليزي اللي دخل العراقية في تصليها 17 دخلوا بغداد في ملهة بغداد اللي بداية شعر رشيد فيطلع لهم يوسف يطلعوا لهم دول القراء المقام ويعوج حيقة ومدرشينو هذا الشيء يعني ما يستمتع بيه فتطلع لهم سليمة صغيرة تغني طقطوقات واغني مريحة فدول هنود يركصون بيهات فمن يطلعوا بالمقام يضربوه بالاحجارة يقولون باشا 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 يعني بطة لان هي صغيرة وسمينة مثل البطة فسموها باشا فبمرو الزام بعدين هي دخلت بجانب اخر وبعدين صارت مطربة يسموها سليمة باشا الباشا البعض المعجبية سموها باشا فمنين بعد النظام الملكي اعطاها هي كانت من بنات الليل يعني بيتهم بالميدال عطا يعني فشون النظام الملكي اجطاها باشا وهي من بنات الليل كذا وهي هي سليمة باشا ومسلسل ومصروف عليه اريد لي معلومة صح ماكو اسأل المؤلف اسأل المخرج يابا هاي المعلومات بنيا يعني الواحد تتبع يابا غير تجيبون واحد متخصص بالتاريخ العراق الحديث الناس اللي شعر راسها وقع وشيب من خلال ان يصير دكتور ومتخصص ويجيك الهول المراهقين سب وشتب وتشتبهم وش يعرف بقى صحح بهذا المسلسل طلعوني جماعي يسبون ويشتبون واحد ما مخلص التدائية وهو شيفتهم قال له واحد قال له بابا متخصص بالتاريخ هذا ما مشون يعني ينكرش مايفتهم مايفتهم زي ليش بيفتهم تسقيط اخوان الان الرجل المثقف ورجل المتخصص الان يعني انزوى طغى السطح فقط هذه الاشياء وذلك اخوان الوطن الوطن عاطفة يعني انا قبل وما قلت اذكرت انه انا ارى اجمل منظر في حياتي بهذا المسلسل واحد كتب لي قال لي انت مو انت مو قاعد ببغداد ما شايف تركيا دخلت علي لقيتها شاب قلت لابني انا داخل انا شايف خمس اتماع وستين دولة بالعالم وهاي تركيا اللي انت مظهور بها لا تعني شيء امام الدول اللي شايف ما هذا ولكنني ارى دجلة اجمل من ما يستين دولة ليش لان انت تشوف دجلة بعيونك وانا شوف دجلة بروحي وبقلبي اشوفها بذكرياتي اشوفها بقناعاتي اشوفها باحلامي اشوفها بطموحاتي اشوفها بعرقي اشوفها كم مرة عبرت الجسر كان عندي احلامي كم مرة هنا شفت عشقي الاول كان هنا الابتسامة الاولى هنا الرسالة الاولى هنا كانت قلبي خفق قلبي جرح الى جانب هذا الجوع وبالتالي ارى بي ماذا ترى انت انت معبق عيش تشوف بعيونك تروح لتركيا تشوف هذا تروح لسوليا تشوفها عظيم المشكلة انه الوطن لا يرى بالعين اخوان الوطن لا يرى بالعين كل الاشياء ترى بالعين الا الوطن مثل الام امهاتنا مو حلوات قد تكون مو كل الامهات حلوات ولا كل الامهات وجوه مريحة بس ليش الاب لما يروح الامة يبوس ايدها ويبكي من يشوف وجهها ويرتاح من يشوف وجه امه لان هاي امه قبيحة كانت مادر شنو هي اجمل شنو الوطن مثل وجه الام اذا انت تنظر لهاي امك مراحتشوفها حلوى طبعا انا امه في الانا緒 لا اشوفها لذلك انا 할게요!!!! لذلك انا مراحا ارتاحا لما اشوفها بس امي اشوفها حلوة امي مني أشوف صورته أبكي وأرتاح أبويا بنحط صورته قد يكون صورته أبويا محلو بس أنا من أشوفها أشوف أجمل إنسان بالعالم أنا ما أشوف الصورة أشوف الروح بي أشوف الروح القلب اللي بي شو العاملني شو الرباني شو عشتوا يا اسمه أبويا اسمه أنا شايلة أشوف نفسي هاي الأشياء يجب أن تزرع فيه في اسم الناس أخوان جيل طلع قد ما يعرف يسألوني أيهما أقدم الحضارة العراقية والحضارة المصرية والحضارة المصرية على قول أحد العلماء الأمريكان يقول لو قارنت الحضارة العراقية مع الحضارة المصرية القديمة كأنها لعب أطفال لعب أطفال يجي يقول الحضارة المصرية أعظم أكو واحد يسأل هيت سؤال أحد الأساذة تسألني وبخت قلت لعاب والله عاب عاب على أستاذ يسأل هيت سؤال ويقول لي آله دكتور ويقول لي هذا السؤال أيهما أقدم وحتنا هو رح يشوفني وأستاذ جليل وصديق عزيز وأخ نبيل وطني رائع وابغت على هذا السؤال أخوان نحن في بلد هذا البلد به ميزة إنه مهما تسقط فيه الحضارة تقوم الحضارة قامت في العالم لكن عندما تسقط في بلد لا تقوم فيه مرة أخرى إلا العراق سقطت الحضارة في روما لم تقوم بعد الحضارة في روما سقطت الحضارة في الإغريق لم تقوم بعد ذلك في الإغريق وغيرها إلا العراق عندما تسقط حضارة تأتي حضارة أعظم منها السومرية قامت بعد ذلك جدة الأكدية أعظم ثم بعد ذلك البابلي أعظم ثم أشنونة أعظم ثم الحضارة العربية الإسلامية أعظم البلد الوحيد اللي بيه خمس عواصل إمبراطورية هو العراق العراق بخمس عواصم امبراطورية لا توجد في العالم البابل وأوروك ونينوى والحيرة والمدائم وكل هذه كانت عواصم لامبراطوريات بغداد هذا الانتو كلش بايجين من العراق مو ذول الحكام الفاسدين ولا صدام حسين اللي راح على مزبط التاريخ كل ذول يروحون العراق يتجدد بس فقط أضرب لكم مثل تايمون لينك إجاب نهاية القرن الرابع عشر وسحق بغداد ولم يبقي حجر على حجر وخرج الحكام بقى حوالي خمس سنوات أو ست سنوات أصبحت بغداد زهرة الدنيا خمس سنوات بعد ذلك جاءوا حكام جدود وأسقطوا وحكم تايمون لينك ولم يبقوا حجر على حجر يعني كل بغداد سوها اطراف وخمس سنوات رجعت رائعة بعد ذلك رجعت تايمون لينك وجدت بغداد عظيمة من سحة من الأرض وبقى حوالي ست سنوات وقامت من جديد عاصمة الدنيا ثم عادوا من جديد ثم عاد تايبر لينك بخمس طعس سنة بغداد تم مسح تصير تراب وتقوم تصير أحسن مدينة بالعالم هذا ميتي من فراغ أولا أننا نحن شعب عظيم ثانيا أن هذه الأرض بيها شي بيها زراعة وبيها بيها طريق مواصلات وبيها بيها أشياء وبيها جغرافيا عظيمة وبيها مناخ عظيم كلها تساعد لا تشوفون الخليج هذا الخليج عبارة عن ماذا تعرفون شنو حديقة صناعية شون أنت جايب حديقة مع الزجاج وحاط بها زهور وشوية تضخلها حديد وتضخلها كهرباء منا وهوى منا وجايب مفرغة منا وزجاج ومدرشين ولول منا بس مجالة انقطع الكهرباء بتلس ساعات هاي الحديقة صير صير تراب هذا لتشوفون بالخليج مجالة تنتهي الأمور النفط تتغير أموره تتغير موازين معينة هاي العمارات تشوفون راح تصير بيها بيوت للغربان وحصلت في التاريخ أعطيكم مثلا كانت هرمز هرمز جزيرة في باب الخليج العرب مو هرمز هاي هرمز جزيرة صغيرة هذه كانت أهم طريق للحريض لأنه عندما احتل المغول العراق طريق الحرير تغير من صين طاجكستان إلى باكستان ثم إيران ثم هرمز ثم بعدين البحر الأحمر وتروح عن طريق مصر صارت جزيرة هرمز هي جزيرة صغيرة جزيرة التوابل ينقلون التوابل منها إلى أوروبا والعالم وينقلون الحريض وكل البضائع اللي بين أوروبا وبين الصين وبين آسيا تنتقل عن طريق هرمز الرحالة كان يصفون بأنه شوارع حنبلطة بالمرمر بها عمارات عالية شبعض الشوارع من ذهب يصفونها كانت كمة بالهذا وكانوا بيها تجار من الصين والهند وأوروبا وعرب وغيرها وفرس وهنود وفيها ترجم وفيها فنادق وفيها مطاعم وفيها منتجعات على البحر هذه قبل حوال قرن الخامس عشر والسادس عشر لكن مجرد جو البرتغاليين واحتلوا الهند واحتلوا هرمز انقطعت التجارة صارت التجارة تنقلها البرتغاليين ينقلوها هما سفنهم ذلك ماذا حصل أحد أحد الرحالة الزار هرمز قال وجدت هرمزا أرضا يبابا لا يوجد فيها الشوارع التي كانت من المرمغ يعني قلت فقعت يعني صارت بها تراب وبها بعض العشاب والعمارات صارت بيوتا للقالق وللغربان ولخفاش لا تسمع فيها سوى النعيق الغربان قال هذه التي زرتها قبل عشرين سنة كانت ضرة الدنيا أصبحت أرضا يبابا بيوتا للخفافيش والغربان السبب لأنه أرض غير مهيئة للحياة فقط للتجارة غيرت التجارة تهت كذلك الخليج الآن أنا لا أتمنى عن الخليج الآن أيضا عرب وأحبان ولكن هؤلاء كلها قائمة على مصدر واحد أما العراق ثقوا لو استقرت الأمور والعراق استقر فإن مجرد العراق أصبح طريق لمر الطائرات العراق يدخل لخمسة مليار مجرد في الطائرات أما لو فتحت طريق من الصين فستدخل لك مئات المليارات أرض العراق هاي الأرض الخصبة الطيبة اللي مياه الأمطار مستقبلا ستكفي حتى للزراعة ووجود دهرين هاي أرضك الخصبة مو تقول صحراء قاحلة لا ستكون أرضا غناء ستعطي كل شي والنفط آخر بالمين يطلحون من العراق وأدى كبريته فوسطاته وغيره وعدى الأهم السياحة الأثرية قد نمتين ألف تل أثري هذه لو كلت حولها لأكشاك ستعطي غطمها أو ما ما تعطي والسياحة الدينية الله أعطانا الأنبياء ليس على العراق سنتمتر واحدا ليس في العراق سنتمتر واحدا في العراق ليس فيه نبي أو يسير عليه ابن نبي أو ابن وصي فالله أعطانا هاي كل الخيرات فلنزرع الأمل نتكلم على الفساد نتكلم على الحكومة الفاسية نتحكم على الفاسية ونحاصرهم ونطلع مظاهرة عنهم ولكن لا ندمر العراق لا نقول نجعله أرضا يبابا في عقولنا أخوان الشعوب لا تتدمر ألمانيا دمرت اليابان دمرت لكن الإنسان لم يتدمر بغرف خمس سنوات ألمانيا خمس واربعين أرضا يباب لا يوجد فيها سوى النسوان يشير المقالع يشير الأنقاض لأنه ولا رجل بها سنة خمسين ألمانيا دولة صناعية خمس سنوات اليابان بخمس سنوات لأن الإنسان كوريا اللي كانت نساءهم عبيد لليابانيين وهذا بظرف عشر سنوات ما فأصبح الصين الممزقة لشعبهم من تقبل البسيرة الكبرى الذي قادهم موت سي تون قادهم عشرات مئات كيلومترات خمسين مليون شعب يسير في المسيرة الكبرى تسعة واربعين ما كوا أرضا يباب بعد سبع سنوات أو ثمان سنوات الصين تلك القنبلة والآن الصين بعد خمسين سنة صارت أعظم دولة في العالم الشعوب الحية هكا الأخوان لأن الإنسان لم يموت الإنسان موجود فإحنا ننحطم الإنسان من أجل أجندات خارجية والبعض من المثقفين سياسيين ومحامين ومثقفين وأعلامين ارتموا وصاروا وقود لتشبيه والإنسان يتكلم في العراق يطلع ساقط أذن ساقط وأمه كذا وخالطة كذا ويطلع من الشيء ويطلع هذا ويطلع عند خلقولة قصص قصص كثيرة لتشويه وتسقيطه والبعض الانتهازين المثقفين ينزون لم يبقى العراق إلا أبنائه البررة أخوان نحن في خطأ مو فقط العراق في أزمة اقتصادية العراق في أزمة ثقافية العراق في أزمة نفسية العراق في أزمة إنسانية يجب أن نتكاتف تحمل كلنا لخدمة هذا الدول ولا نستوحش طريق الحق لقلة ساركيه بل لعدام ساركيه وعلى الرحمن ولكن والله هذه رسالة أولا ستكسب فيها أجرا في الدنيا وفي الآخرة إلا كنت إنسان مؤمن بالله فهذا هذا هذا الصلاح هذا صلاح الإيمان أخوان وصلاح الأوطان هو صلاح الإيمان فإذن يجب الآن أن نعمل كلنا وسائل التعليم الآن انتهت تقريبا أعرف والفضائيات الآن كلها مالها شغلة مالها شغلة كل من يبكي على ليلا أولمية جابيلي واحد وحاطيه والمظاهرات البعض اللي كانوا قبل طلعوا على البيتش مو على الحسين طلعوا على الهريسة تنعطوهم مناصب بطلب وين هم الأصوات اللي كنين تحكي سابق أخوان يبقى تبقى المظاهرات الحقيقية هي اللي الناس بطلعوا بواحد تشرين موليسي يسد فيما بعد هؤلناس بطلعوا من أجل الفساد مجل محاربة الفساد ومجل محاربة من الحرار ومجل غيرها هذا البلد عظيم كوان هذا البلد أعطى للإنسانيين كثير كل الحضارة الإنسانية فقط أريدكم أمثلة بسيطة نحن نقرأ بالعدادية والمتوسط النظرية فيثاغورس ونظرية إقليدس القرن الرابع يعني 400 قبل الميلاد رحنا ندو دربني مدية للعام وبغداد الجديدة الـ 56 والـ 64 وجدنا قطع وجدنا نظرية فيثاغورس نظرية قليدس طالب الابتدائية العراقي يمتحن بيها في دولة عراقية اسمها دولة أشنونة دولة أشنونة اللي هي تل خفاجي وثل الضباعي وثل محمد وهذه المناطق اللي موجودة في بغداد الجديدة من بغداد الجديدة إلى بعقوبة على النهر ديالي أعظم حضارة إنسانية العراقيين اكتشفوا نظرية فيثاغورس وقليدس قبل فيثاغورس وقليدس بـ 1600 سبب وذلك الآن أسعى أنا بمشروع إلى البرلمان النايم والأثر موجود أذنى أقولهم فقط صدرون قرار بتسمية نظرية فيثاغورس 21 ونظرية قليدس 22 وندرسها بجامعاتنا ونرفعها لأمم المتحدة لكي يصححوا هذا الخطأ وتصير إما إراك أو إراك أو بغداد أو بغداد أو أشنون أو أشنون المهم أن تصير اسم إراك لأن هذا إراك لما تسمى نظرية فيثاغورس فيثاغورس اطلع عليها من خلال المخطوطات التي وجدها الإغريق في مكتبة أشور باني بال في القرن السادس قبل الميلاد راحت الإغريق بالقرن الرابع قبل الميلاد شافها قليدس فيثاغورس سرقوها وقالوا نظرية فيثاغورس نظرية إقليدس بالرياضية وهم العراقيين مسويها قبل 1600 سنة فهذا حق علينا أن ربي أبنائنا على أشياء جميلة هذا بلاد بأشياء عظيمة تستحق الاحترام والإجباء خلي نحسسهم بأنه هذا بلد عظيم مو بلد يباب إذا تقول حلو يسبوك ويشتمون بيك إذا تقول إراق يسبون ويشتم ويك التذيل وانت عجب وانت فالس يا برش علي اللي عجب الفالس أنا أقول عراق عظيم شو دخلها بالأحزاب الفاسدة شو دخلها بالهذا أنا ضد الأحزاب الفاسدة ضد الحكومة الفاسدة ولكن أنني مع العراق العراق أرضا وشعبا وتراثا وتاريخا وانتماء والله سبحانه وتعالى سيحاسب كل واحد وكل واحد الآن يستمع وما يكتب شيء لخدمة العراق وما يحارب الثقافة الآن التي سيطرت على رؤوس المرحب والكلام طويل وشكرا جزيلا